هو صاحب الكارزمة المميزة بابتسامته الكوميدية الفنية الصفراء طبعا هذا بعالم التمثيل ولكنه على أرض الواقع من أطيب وأنقى ما يكون عم نحكي اليوم عن صاحب هذا الحضور الجميل الذي يعني كما وصفه الكثير بفترة الدراما الذهبية وإلى الآن هو الذي يتماهى بإنسيابية مع الشخصية التي يقدمها عم نحكي اليوم عن الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير أهلاً وسهلاً فيك أستاذ إبراهيم شرفت به المقدمة الحلوة أهلاً فيك غمرتيني صرت زي العصفور الصغير ولو هذا قليل يعني بحطك أهلاً وسهلاً إسلامي لي يا رب إسلامي يا رب أنا سعيد أني في رؤية أول شي بتقدم للشعب الفلسطيني عامة بالعزاء الكامل وفاة الشهداء الشهداء فلسطين شهداء فلسطين جميعاً من غزة إلى الجلام من غزة إلى الخليل فلسطين قدمت الكثير حتى نستطيع أن نقول تحيا فلسطين تعيش فلسطين ستبقى فلسطين وسنصلي بالقدس جميعاً إن شاء الله قريباً إن شاء الله لأنه الشعب الفلسطيني لا يترك حقه ضائع أبداً أحييكم أحيي كل أم شهيد أقبل أياديها أقبل أيادي أب شهيد أخ شهيد أخت شهيد نتمنى للمصابين بالسلامة إن شاء الله أحبكم أحب فلسطين أحب فلسطين كاملة نحن نعيش من أجل أن يعيش الشعب الفلسطيني نرافع عن رأسه إن شاء الله إن شاء الله بتشكر كلماتك ومرة أخرى أقول بأنك من الشخصيات اللي فعلاً تبتعد عن الأضواء مقل في يعني إطلالاتك الإعلامية رغم وجود احترام لك كبير في أذهان وذاكرة الناس حتى الآن نبدأ حوارنا شوفوا أستاذ إبراهيم أحنا يعني مر علينا ناس كتير وقابلنا ناس كتير في حلوة يا دنيا ولكن يمكن هاي أول مرة بنقابل شخص يعني فتحوله بيت عزة وأخذوا ب يعني أخذوا بالخاطر تجاه روحه وخلص يعني الله يرحمه واحد بنقول الله يرحمه وما زال ماشاء الله يعني حي وطيب وموجود و بنعمل معاه مقابلة الله يعطيك طولة هذا فضل من الله علي شو القصة؟ فعلاً فتحولك بيت عزة؟ نعم سيدي أنا يعني والدي كان بالأمن العام الله يرحمه فهربوا بحربة سبعة وستين أنا ما هربت ضليت وتخبيت في فندق وكان عبد الحميد السايح الله يرحمه اللي كان مسؤول المسجد الأقصى وتخبينا بعد أسبوع اعتقلت وضربوني وكذا فقالوا اليهود الناس أتلوه اليهود أخدوه أتلوه وطخوه كانوا طخوا كل واحد ياخدوه يعني وانطخ معي أربعة يعني واحد منهم من بيت الكالوتي الله يرحمه لماذا؟ فاااااااااااااااااا أوصل الخبر لأهلي عن طريق ناس انه أنا نطخيت ففتحوا بيت أجر كانوا نازحين وفتحين بيت أجر واي وأمي تبكي لليه اليهار وأنا البكر تبحَّ بحث فطلعوني مبعد لكن بي شهر 62 اجري دون اشي حافي ورمنين هيك من كتر الضرب ظهري مجرح يعني بالتعزيل فانمت بجامع الحسيني ما فيش محل انا ما معايش فلوس معايش هوية معايش اسبات فروحت عالمغفر عملولي صورة على ورقة وحطولي اسمين وانا فلاني فلاني عشان ادخل محل يعني انام فوقتيل مثلا واشتغلت اجلي صحون عند مطعم الصورة دي كان يعطيني خمسة قروش باليوم ولهون ما توصلت مع اهلك لسه ما عرفش وين مش عارف وين ما عرفش وين فيوم ماشي بشارع طلال ولا فيه واحد على عكازة زي ما انا هلأ وحامل شنته ظهر ابوي ايه اوف بقوله يا ابا اي لا لو تحكيها لتمثيل ايه لازم تصير تمثيل لا بقولك اوفر اذا العكلي اوفر احنا منحكي انه فيه فيه مشاكل اجتماعية تستطيع ان تبهر المشاهد فيها من الواقع من الواقع اللي عشناه يا ابا انا قلت يا ابا لفك ورمى اللي بأيديه ويركض عليه وانا اركض عليه ونبكي التنية وعطنيه بعض واخدلي ووصلني عند امي وامي الزغريت ودنيا ونقلبت الحياة فكان موقف الحمد لله يعني انا كان شعوري انه الله انقذني حتى هذه المرأة اعيش محا اشوفها هاي الستة العظيمة يا الله يرحمها ويرحم ابوي ويرحم اموات المسلمين جميعا اموات المسيحيين نحن نأتي بقدر ونذهب بقدر اوه الى القدر لازم انتهي هذا القدر فانا احترمت الوجود اللي انا فيه لذلك انا رسالتي بالفن بقديها بكل الجهد اللي فيه صدق حتى اكون صادق مع الناس يعني يا وله توقعت اسمع هالكلام وهالقصة هذي واحدة من القصص عمان اللي انا بعتقد هاي لازم يعني تتوثق ويتخيلها دراما امامي سيدي انا كنت اكل وهي انا حكيتها فيه لقاء كنت اكل شقفة الخبز الناشفة لان نكتار احنا 11 خبز الناشفة كذا والله اععدني على طولات اكل بالسكينة والشوكة يا الله واكرمني واعطاني وصلنا ناكل كلنا بالشوكة والسكينة الحمد لله والله يديم النعم إن شاء الله الحمد لله والإنسان الإنسان الذي يستطيع أن يكون صادق في حياته لن يقع أنا بكل الظروف القاسي اللي مرت للحركة الفنية الأردنية أنا ابراهيم أبو الخير حبيبكم يا الله ابتسامتك موقعت أيها بحمد الله حتى لما وقعت ضليت واقف على إجري بحبكم وصدقكم معي أنا عمري ما كنت مراوغ مع منتج في حياتي عمري ما كنت تابع لحدا في ناس كتير أصدقاء بحياتي بس مش أصحاب مني علي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يديم عليك الصحة والعافية يا رب أبوها بس أبوها حبيبي عشت عمر أنا ويا لم نختلف في حياتنا بتاتا بتاتا بكل الظروف وقديش اشتغلت وسوا وكنا زي توم أنجيري ودائما كنا نائر ونقير بالأدوار يعني مفهوم لكن كنا لما نطلع من الستوديو وناكل مع بعض ونصدق مع بعض الله يديم الود والمحبة طبعا طيب بدنا نطمن على صحتك هيك بس سريعا لأنه من قبل فترة يعني خلينا نقول ممكن من شهر شفنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه الأستاذ ابراهيم أبو الخير عم بتعرض لوعك الصحية صراحة طمن عليك من الأصدقاء والمقربين وقالوا لنا لا الحمد لله هو قام بصحة وسلامة آه هي صراحة رجلك كيف لا الحمد لله الحمد لله يعني مرينا بشوية تعب لكن مرت الحمد لله وكان محبة الناس هي اللي كانت تساعدني وتواصلهم معي وتواجدهم عندي في المستشفى وفي البيت الحمد لله مرت الحمد لله الحمد لله سلامة سلامة بس بدي أوجه من خلالكم إلى هذا هذه التلفزة اللي هي رؤية أنا هاي تاني مرة بيستضفوني أدول الناس الطيبين من الأخ ميشيل الرائع الحبيب الرجل اللي بسميه أنا حبارة عن كتلة كتلة من الوهج العطاء اللي يبهر في كل مجال يتعامل معه أحترمك وأقدرك أستاذ ميشيل لجهودك مبروك على الجامعة الجديدة مبروك على كل إنجازاتك وبعرف أنا رؤية يعني مش يعني مش واصل إلا الطموحات اللي أنت بدك إياها فيها أنا بعرف أنت طموحاتك أكبر من هيك إن شاء الله بتيجي إن شاء الله بنتشرف ومنعملك أول خير عكس السير ومنعملك حكاية أول خير نفسنا نعمل شي من الحي الشعبي الأردني في تلفزة رؤية حتى نعود لأيام العلم ونور وأيام سوق الألغاز يكون فيها النجوم الكبار مثال أستاذ زهير وأمثال أستاذ عبد الكريم القواسمة أمثال هؤلاء هاي الأعمال النوعية اللي تقدمت يعني منشكر منشكر أول إشي كلماتك وطرحك وأكيد يعني بشرفنا إنه يعني رؤية أكيد تتعامل مع قامة مثل حضرتك بإذن الله حامل سلام لرؤية وإلك لست نيسا من خالتي فضة يسمها بتحبكم كتير وبتدفعكم الجمعة يا الله الله يطول بعمر هاوي يخلي لك هاي زي أمي يعني الله يخلي لك يا هاوي يطول بعمر راح وقت المقافلة عاد أنا بتشرف بدنا نكسب الوقت ونحكي عن شغلي بصراحة هادي ملكة يمكن غير متوفرة لدى بقية الممثلين والفنانين مع خالص التأدير والاحترام كيف أتقنت أن تكون في أدوار الشر أو بين قسين المكر مع الإبتسامة اللي ميس في مقدمتها صور كلمتها أو صوراتها تكلمت عنها بالإبتسامة الصفراء يعني شو هالمقدرة أنه الشخصية طيبة دائما على الشاشة في كل أدوارها ولكن تخفي ذاك المكر باحتراف هل هي مهارة أم الكاريزما لها دور؟ يعني أحيانا في كاريزما تستطيع أنك أنت تسيطر عليها وتوظفها أستاذ سؤال أنت مثقف وواعي العفو العفو إحنا لما بدك توصل لمرحلة تكون فنان دوسعة من الوعي لازم تبحث وتقرأ هلأ أكتر واحد بيجملك الشر مين بالكون إبليس بضحك بضحك لك بكل شيء بوديك على الشر موتك بقيت لك فأنا تقمصت إبليس في الكون أوف بأخذ إبليس بتكوينته السيئة حتى أكرهك فيه مو شيطان رجيم فسئلت هذا السؤال من قبل الفنان محمود الميليجي الله يرحمه تعيش قال لي كيف تعمل الشر فبقول له كذا كذا قال لي يا ابن الكلب انت واصل كده إدى إدى الجنون أنا بتقمص صخصية إبليس في محوره في الحياة بتعامله بقول لك مثلا هذا حلو طب هذا إذا بتاخده راح تروح على السجن حلو شوف خده يا ما بقول لك خدو هذا العصبي الطيب اللي بعصي طيب لانه ببين بسرعة فبديك تكون عندك التكوين الدراسي للحالات اللي بتتعامل معها انا كل واحد هلا بيسلم علي وبضحك بالضفحة صحيح مش بقول لك مش بقول لك يعطيك من طرف اللساني حلاوة هذا هو طيب احنا هون عم نستعرض كنا بعض الاعمال الدرامية اللي قدمتها وفعلا ابدعت فيها وكان في لك فيها بصمة كبيرة وما تزال هناك يعني كثير من الناس من جيل خلينا نقول ثمانينات التسعينات السبعينيات الستينات لا يزال يكرروا بعض الجمال اللي كنت تحكيها وانا بذكر حتى فيه ممثلين صار يأخذوا من كلام صحيح في مدرسة اسمه مدرسة إبراهيم أبو الخير اللي هلأ الشباب اقول لك انا بعمل زي إبراهيم أول زي إبراهيم أول فنعم الحمد لله الحمد لله طبعا طبعا طيب بس انا كنت أقول لك على قصة إبليس إبليس بعدين يعني عند الأستاذ إبراهيم أثناء التمثيل كان في له أشكال وألوان وأنواح وبطريقة والشر كان في له يعني أكبر إبليس بتلون إبليس بتلون فعلا كان إبداع بس هذا يعتبر يعني هذا النوع من الأدوار اللي كنت تقدمها أستاذ إبراهيم هي فعلا هاي الأدوار المعقدة الصعبة اللي بتحتاج من الفنان إنه يدرس هذه الشخصية لا يقتصر الموضوع فقط على قراءة السيناريو ولكن يعني أدي بيهوغة من الفنان إنه يعيش الشخصية أثناء التمثيل وأدي فيه فنانين بيقول لك أنا بعد ما أنتهي من التمثيل بحس إنه الشخصية ما تزال معاي مش قادر أطلع منها بشكل أوي لا عزو بالله أنا بس أخلص من المشهد بطلع بنسح أنا مش بس عم بحكي عن الأدوار الشغيرة ولكن قدمت الكثير أيضاً للأدوار المعقدة عملت كوميدي كمان لا لا الموضوع مش هيئ الموضوع إنه أنا لا أتقمص أبداً أنا بخلص من المشهد برجع براهيم أبو الخير أنا بكون في حالة الحالة غير التقمص حلو أنا تعيش الحالة أنا حالة دكتور حالة طبارجي حالة ميكانيكي بعيش الحالة بدي أعيش حالة المكانيكي كيف الوسخ اللي عليك كيف الشحبار كيف طريقة المسكة البريك كيف عينه لازم تعيش الحالة مش تتقمص إذا تقمصت أنت أهبت لا لا بدك تصيب في واحد تاني يعني تفصل عن حالك بس أنا بظن إبراهيم أبو الخير ما بصير أكون واحد تاني إبراهيم أبو الخير بس ميكانيكي نعم بس بك تشوفه ميكانيكي وتصدقه ميكانيكي تصدقه تصدقه وهذا اللي كان يعمله عاد الإمام عاد الإمام ما بيغير لا بصوته ولا بكذا بس بتشوفه عاد الإمام وتعاملي مع عاد الإمام بس بعمل عدة شخصية صحيح بيعيش الحالة بيعيش الحالة يا سيدي للأسف مش قادرين يبدو أن نعمل إشي مثل حارة أبو عواد ولا قادرين نعمل بالأسف مثل العلم أستاذ فؤاد بس أقولها أم الكروم أو أم الكروم أم الكروم شخصية صبري لو أريت شخصية صبري على الورق على الورق لا يمكن تصدق هاي الشخصية وفيه لسه أعمال كثير يعني الكف والمخرج قريب إلى سقوف وقواحين نعم نعم للأسف على كل حال بديش أحكي في هذا الموضوع بس اليوم أنت من وجهة نظرك اليوم مجتمعنا ضمن ظروفنا عن جد الاقتصادية وحالنا اليوم المجتمع الأردني بحاجة أن يرى عملاً درامياً أردنياً من أي نوع يعين عليك نفسي أنا حدا يفهم هذا الحكي أنا نفسي أشوف الفقران اللي أصبحت حتان وتشوف الدراما الأردنية الحقية أعيش جبل الجوف وجبل التاج هدول الناس اللي كان سكنت هناك وطلعت سكنت دير إغبار وعبدون وصاروا حتان وصاروا يأكلوا هدول الناس اللي كانوا عايشين محهم مش كلهم أنا بح آه في ناس بإدراعوا صار هذه قصة نجاح حلوة لا نوصل إلى الحقية أيوة أيوة ليه ما نعمل هاي الأعمال دي مستوى عالي المودرن الجميلة بهذه المواصفات ما بيعملوه بأوروبا وبأميركا وميشوف كيف بيكونوا رعيان وكذا وكيف بيصيروا بيأكلوا الدنيا وبيصيروا أصحاب البترول أصحاب وبشغلوا الناس عبيد عندهم هذا إشي خطير الموضوع أهم ما أعمل مسلسل بدوي مسلسل بدوي مش رسالتي مش لوني معتش البدوي لون البدوي صار كله بعمان عشان نوضح للناس أصدق اختلفت البيئة اختلفت البائل نعم يعني الصورة الحضارية دخلت وتغلغلت وأصبحنا كل ياتنا حضر هذا اللي تقصده نعم مفهوم حتى الكوميديا حتى الكوميديا لا تزال موجودة في شارع عمان بس كيف تتناولها كيف تتناولها يا ما بشوف ناس بضحكني أقسم رغم الظروف رغم الظروف القاسي اللي بيعيشها أيوة أيوة لأنه بدو ولك شر البلية ما يضحك صح احنا بس منعرفش نتناول لسه منتناول يعني شو عندك انت على السوشيل ميديا معجبين يعني انت نجم كيف نجم وجهه بيعرفش يتحرك مع عضلات وجهك حركها بس بطلع هيك كله فلات وبقول لك هذول فنانين طيب شو أعمل أنا طيب شوف أستاذ إبراهيم شوف خلينانا نكون واقعيين وعمليين إذا جينا قلنا هلا لأستاذ إبراهيم أبو الخير احنا بحاجة لإعادة إحياء وإنعاش هالدراما الأردنية اللي كانت متقدة اللي أهم الفنانين اللي ساعموا في تشكيل خلينا نقول الصورة المتميزة للدراما العربية كانت أساسها من الفنانين الأردنيين لو أعطيناك المفتاح قلنا لك نبلش من وين نبلش ورق ورق إيش بنرجع القديم يعني بنرجع الورق بس بلون جديد ورق الأساس ورق مين مخرج مخرج مش مش كام خريج الأسترالية وإذن أصابت 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 المخرج ما بيزبط روعد بالكونترول أنا استمتعت باعتبوا علينا هلا الجمعة بموت بموت بموتت متت على الكاميرا هدول كنت أنا أمسك الكابل مع المصور منشان أمشي على المشهد متعة طيب أقول لك شغلين لما تاخد المشهد مي مي وحدة خير لما تاخده وتقطيع طيب أنت على رأسي بس بيصير هنا أدخل فضل مش بدي أجمل الواقع أنا بدي أحكي لك حقيقة وإذا بحكي غير هيك حسبوني فضل الجيل الجديد اليوم بتخرج من الأكاديميات والجمعيات اللي متوفرة اليوم بحبهم كلهم لأ بس طول لبالك أقول لك شغل أنا اطلعت على أعمالهم وحياتك ومش أنا اللي بعطيهم شهادات لأنه أعمالهم اليوم عمالها بتنافس وبتأخد جوائز عالمية برة ولكن الجيل اللي طالع اليوم محتكش مع الجيل الأديم إحنا صار فيه عندنا فراغ في الوسط يعني طب هذا الجيل شو بده يعمل ما اشتغل معكم ولكن بيحب الشغلة واشتغل وتعلم ودخل هاي الجامعات ومبدع ولكن صار فيه تقريبا 25-30 سنة في الوسط ما اشتغلوش مع بعض هاي الحكاية للأسف سيدي إحنا أول شي يعني من بداية تجهيز الحرك الفني الأردني منذ أسرة المسرح الأردني حتى وصلنا إلى رابط فناني حتى وصل رابط مسرحيين بعدين رابط فناني وتولاها بعض الزملاء من حركة الفني كانت في بعض المزاجيات وبعض الكذا عدم تدخيل الأخوة الخريجين الجدد كان تعب فيها حاليا لما أصبحت نقابل نقابل أي خريج بس يحقله أن يصبع عضو هلا جيت عضو بده من أول يوم يشتغل مثلا في أي نقابة نقابة المحامين نقابة الأطباء بعد سنتين يتدرب عشان يقدر يأخذ الإجازة أنا بديش تدرب سنتين أنا عيش معي وتعالي تفرج عليه ونتعال اشتغل حاول هلا هذا لأنه معه أكاديمي صفة بده إيش يأخذ محلك يعني بسرعة وكل واحد يقوله بطلعاته في الحياة بمصر هذا الحكي ممنوع بسوريا هذا الحكي ممنوع بالعراق هذا الحكي ممنوع يعني أنا بتوج يعني من خلالكم محمد يوسر عبادي النقيب الفنانين حاليا عم بسعى أنه ينشط الحركة الفنية وزيد من الزملاء بالحركة الفنية وفي عندنا عضاء جدد دخل المقابة الفنانين احنا بنتمنى لهم يعني كلهم كل التوفيق ولكن احنا أملنا كمان أننا نشوف الدراما برضو أنا بقول أنا مبسوط بقول لأ الأخ فارس ما حب إلك وأنا بحبك قابلت وأنا مرة وحدي هذا الرجل دوق ابتسامة عالية وبحب الناس وبحب الفنانين أنه نعمل الخلطة بس بنعملهاش عشان نشغل نعملها بمكانها أنا أولادي طيب مش بدي أولادي بحركة فنية معي بجيب من الجيل الجديد بعملهم كوميديانات هلا احنا بنعمل احنا موجودين ومنعمل وعلى الأرض ومنا إنتاجاتنا ولكن أنا بفهم وجهة نظرتي وبالأخير إن شاء الله يعني إن شاء الله إننا نكون قادرين إن شاء الله بتعيد رونك العلم ونور بتعيد رونك يا ريت أنا نفسي نعمل إشي اسمه شبيه لسوق الألغاز إن شاء الله لو تتفرج على حلقة إذا لازم في خمسين نجم خمسين نجم وعلى فكرة ما يزال لحد الآن إذا بتحضر سوق الألغاز وإذا بتحضر ورؤية مثلا رجعت عرضة العلم ونور ما يزال هناك إقبال حتى بالإجاة بشعبية طبعا شعبية كبيرة بسبب المحتوى الجميلة التعلم المسلسل الوحيد اللي أريع في تاريخ العالم حتى الآن ستة وأربعين إعادة ستة أمي الكروم يعاني ستة وأربعين إعادة شو هذا المسلسل؟ نعم نعم طيب شوف أحكي لك شغل خلينا نطلع من هالهم هالقصص هاي والله بتتعب القلب بيني وبينك خلينا هيك قاعدين ومرتحين وهاتنا تذكر الأوتس وذكرياتك مع مدينة الأوتس وحكي لي إذا رجعت لها يعني رجعت زرتها بعد النكسة بعد السبعة وستين شو كنت تشوف أهاراتها بتفضيلها؟ أنا رجعت بالتسعة وتسعين كان أبوكي راجع قبلي بربعة خمسة سنين أنا كان ممنوع أرجع فتم كذا طلب لما رجعوني تسعة وتسعين رجعت فالمهم فعرفوا أهل القدس أني روحت كان معي محمود الصايم قال الله يرحمه تعيش وكان معي سوير فهد فكتب على باب العمود أهلا بعودة ابن القدس البار فأنا شو بدي أرجع بذكرياتي بالقدس؟ فخليت لما ليلة الدنيا ما ضلش حد بالسوق وسكرت السوق سوق العطرين وسوق الخاسر وسوق النحسين مشيت كل إدراج القدس وأسمع صوت إجري بالليل أعيد ذكرياتي كيف كنت أمشي بالقدس؟ هلأ الخبز اللي بتاكله بالقدس طعمه يختلف عن أي خبز بالعالم أحكي معك هذا بجوز اللي أحكي صعب بتصدقه لما تدوقه أي نوع أكل بتاكله جوه داخل الصور يختلف طعمه عن أي أكل خارج الصور الأكسجين اللي بتشمه داخل الصور يختلف عن أي أكسجين خارج الصور بحكي معك اللي بتقول هذا الزلم مجنون روح وجرق وتذكر كلامي اتنين فيها راحة نفسية بتوصل مش طبيعية ما بتفكر بشيه ما بتعود تفكر بشيه إلا فيها كيف توصل المحل الرأي عليه يعني إذ أقات القدس فيش واحد بعرفش التاني كل عيلة بتعرف بعضها وكل عيلة التاني بتعرف عيلة التاني وكلهم متناسبين مع بعض تب تحسها القدس عيلة واحدة عيلة واحدة أجت العيلة هاي الله أعطاهم وكذا أولاد القدس دلعين كتير هم فراحوا اشتروا ببيت حنينة اشتروا بشعفات اشتروا بالشيخ جراح لمين أجروها؟ هذا الخلايلة مش مدلعين مفتحين هدولة بتوع حضارة وثقافة رحتلوها الخلايلة ونعمة الاحتلال وكله شعب واحد رودة بيت لحم نعم نعم عشت بيت لحم درست بيت لحم كنت كنت يوم عيد الميلاد أطلع على حجرة الميلاد أقعد مشان أشوف المطران لما يخش آه موكب البطرق آيوه أظلني قاعد فوق مع الله أستاذ إبراهيم أبو الخير تشرفنا جدا 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 بوجودك معانا اليوم كلمة منك أخيرة لكل جمهورك أنا تشرفت فيكم أشكر رؤية على هذه الاستضافة بإدارتها وبموظفينها بالشباب العاملين خلف الكاميرات أتقدم من كل فنان أردني صادق من قلبي بحبك إحنا لبعض إحنا سند بعض بتقدم من نقابة الفنانين أن نتعاضب لا نحارب بعض حتى نسمو إلى ما هو أجمل أتقدم من محطة رؤية أنا بحبكم نتمنى نكون الضيوف مش تقال عليكم نعب بعض هيك نعمل أشياء حلو أتقدم من جمهوري في جميع العالم بفلسطين بالسعودية بقطر أبوظبي بليبيا بتونس جزائر مغرب في أوروبا بأميركا بحبكم بحبكم أنا لكم وتبعكم الله يقدرني أن أكمل الرسالة دعواتكم أن الله يعطيني أني قدر أعمل شي جديد أشكركم أشكر رؤية أشكر ميس أشكر فؤاد أنا سعيد فيكم شكراً يعني شو بدأ أقول بنقول أهلا وسهلا فيك واليوم كبرنا فيك حبيبي اسم حلو نضاف للسجيل البرنامج اليوم شرف عظيم شكراً جزيلاً يا أستاذ شكراً شكراً